هل يسأل أول وإحنا في مصر عندنا مرصد للزلازل؟ مش كده؟ تمام، عندنا الشبكة القومية لرصد الزلازل وهي تدار بواسطة المعهد القوم للبحث الفلكية والجوفيزقية المعروف باسمه مرصد حلوان والشبكة دي بتعتمد على محطات موجودة في كل أنحاء جمهورية مصر العربية وبالأخص من الأماكن التي قد تكون نشطة زلزلياً في مصر محطة بمعنى ايه؟ يعني مبنك اسمه محطة قياس الزلازل؟ محطة بمعنى ان فيها قياس أو سنسور أو مجس لقياس الزلازل بتقاس بحاجة بتسمى السايزمومتر كل محطة فيها سايزمومتر بيستقبل الهزات الأرضية اللي بتحدث وحتى الشوشرة الطبيعية بتاعت الأرض فبتبعت ويكون فيه تسجيل مستمر طوال لبعشة بيبعت للمركز الرئيسي عندوك في مرصد حلوان؟ اه بيبعت في مرصد حلوان باستمرار وده كم محطة عندنا في مصر؟ لدينا حوالي 80 محطة رصد زلزال موجودين في مصر والمرصد مهمته متابعة الداخل والخارج أيضا؟ بالطبع متابعة النشاط الزلزال اللي بيحدث داخل مصر ومحاول مصر لماذا يحدث الزلزال عموما؟ الزلزال يعني تعريفه خلينا عرف الزلزال الاول ايه؟ الزلزال عبارة عن كسر مفاجئ في صخور الكشرة الأرضية بصاحبه انطلاق لما يسمى بالموجات الصيزمية اللي بتعمل اهتزاز واحنا بنحس بيها أو بتسبب أو قد يكون الزلزال كبير فتعمل دمار لمبنى أو ما إلى ذلك إنما الأرض نفسها في الزلزال مش حفرة يعني مش حفرة ولا بحصلها بوط أرض لا لا الأرض نفسها يعني إحنا لو احنا عايزين نشرح معنى الزلزال ممكن نروح لمسببات زلزال التركية مثلا ونشرحها فلو جبنا الخريطة عندنا أنها رقم واحد خليناها في رقم واحد لو احنا شايفين الخريطة رقم واحد دي فيها كلمة صفيحة احنا في الاول عايزين نتخيل الكرة الأرضية دي عبارة عن ايه عشان نزيد الوعي لدى المشاهد الكرة الأرضية دي ما هياش كلها قطعة واحدة ده مؤسمة إلى ما يسمى بصفائح كل صفيحة ده عبارة عن بازل تمام وكل صفيحة من دول بتتحرك بسرعة أي نعم سرعة بطيئة جدا نسبيا يعني قد تكون 2 مليمتر في السنة ولكن هذه السرعة بتؤدي بتسبب ما يسمى بعمل كوة أو إجهاد يعني احنا مثلا لو رجعنا للخريطة اللي قدامنا دين سهلنا نحن عندنا مثلا ما هي فد؟ بالضبط الصفيحة العربية والصفيحة الأنضول والصفيحة الأفريقية صفيحة الأفريقية اللي هي أسفل بالضبط أسفل الشاشة اللي تحت القصة الكبراسية والصفيحة العربية على اليمين وسام طلع للصفيحة الأنضول ده 3 صفايح تحت الأرض الصفايحة دي هي المغطية الكشة الأرضية هي المغلفة الأرض هي المغلفة الأرض الصفيحة العربية دي بتشمل سوريا حتى اليمن وصفيحة الأنضول وهي جزء من الصفيحة الأوراسية الكبيرة اللي فوق دي بمعظمها بتكون دولة تركيا والصفيحة الأفريقية دي بتغطي معظم كارة أفريقيا تمام هذه الصفائح في حركة بالنسبة لبعضها البعض لو احنا مثلا نتكلم بالتفصيل ونوضح الصفائح العربية دي بتتحرك مثلا بسرعة 9 ملي متر في السنة وصفيحة الأنادول بتتحرك بما يقرب من 3 ملي متر في اتجاهات الأسهم دي لما بيحصل حركة الحركة دي بتمثل ضغط استرس على الصفائحة التانية الحركة ما بتحصل ليه نتيجة ليه تغيرات في بطن الأرض عندنا ما يسمى بالمنتل المنتل دامون صهر ودرجة حالته عالية فبيعمل طيارات بتطلع من باطن الأرض بتسبب حركة لهذه الألواح تمام الأرض كلها مغلفة بعدد من الصفائح التكتونية وفي يفصلها عبارة عن صدوء هذه الصدوء في الأساس هي التي تسمى أحزمة الزلازل تمام لما بيحصل ضغط من الصفائحة العربية على صفائحة الأنادول هذا الضغط بيتجمع لفترة زمنية معينة وبعدها هي تبدأ عملية الكسر بالضبط لو احنا تخيلنا مثلا نحنا جبنا مثلا ألم ونضغط عليه سن واحدة واحدة كده لحد ما يحصل له عملية كسر عملية الكسر دي هي الزلزال ده يعني بشرح مبسط لكيف يحدث الزلزال طيب ده حدث الزلزال نفسه في مناطق يعني أكثر احتمالا لوقوع الزلزال على مناطق أخرى هل في نوع من الأرض الطربة هل في شيء من المباني احنا سمعنا عن السدود ممكن سدود المياه تأثر على الأرض تسرع من عملية الزلزال هو طبعا الزلزل بتحدث في نطقات معينة اللي نتقدي هي الأماكن التي فيها صدوع أو كسور في سطح الأرض زي لو احنا برضي نخلينا برضي مع الصورة اللي عندنا بنلاقي مكتوب فالك الشرق الأنضول ده عبارة عن شرخ موجود في ممتد حوالي حوالي طوله حوالي 600 كم ده عبارة عن عن كسر أو حدود ما بين الصفيحة تكتونية والصفيحة تكتونية أخرى تمام الفالك ده مكان ضعف لما يحدث استرس يحدث إجهاد على الأرض بيتفرغ الطاقة فيه في صورة الزلزال هل في أماكن فيها فالك وأماكن ما فيهاش فيه طبعا الفالك طبعا ده نتيجة ده عامل تركومات يوجولوجية زمن بعيد أو زلازل سابقة أصابة المنطقة أو براكين إيه الأسباب يعني؟ أسباب الفالك زي ما قلنا هي الحركة التكتونية في الأساس بين الصفائحة التكتونية الصفائحة التكتونية ده بتحرك بسرعات مختلفة وبيحصل كده بالبلد إنها ممكن تغبط في بعضها أو تتباعد عن بعضها خلينا نرجع فيه الشكل اللي هو رقم ثلاثة رقم ثلاثة ده اللي بيوضع ده عبارة عن ده اللي بنسميه الصدع أو الفالك تمام؟ حركة الصفائحة التكتونية قد تكون مختلفة لو إحنا بدأنا من على اليمين مثلا بالله إن ممكن الصفائحة التكتونية يحصل عمليه التباعد عن صفائحة تكتونية أخرى الصفائحة التكتونية دي اللي هي الرمادية أو اللي هي الحمرة؟ لو إحنا اللي عليها مثلا الشجرة دي صفائحة تكتونية والتانية اللي فيها السهم دي صفائحة تكتونية أخرى تمام؟ ده إحنا دي أنواع الحركات بين الصفائحة التكتونية اللي بتعمل فوالك متنوعة على سطح تسبب السلسال